السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم استاذ امين عبدالحسيب الضريب. هنتعرف النهاردة ان شاء الله على الاجابة النموذجية لامتحان الحاسب الالي محافظة المنوفية لعام الدراسة عشرين اربعة وعشرين ترم الاول. زي ما حضرتك عارفين طبعا المنوفية من الامتحانات الايه الكويسة والمحترمة. سؤال اول بقول داء علامة صح وعلمة خطأ. يستخدم رمز المستطير يعبر عن عملية ادخال البيانات. طبعا اجابة خطأ. لان المستطير عملية معالجة. اما الادخال فبكون رمز الايه المتواسي. لغات البرمجة كائنات التوجه هي اللغات تعمل من خلال كائنات. تمام صح. بالزاكرة لان ها بتحفظ فيه الزاكرة. تستخدم الخاصية نيم. تمام? في اظهار نص على شريط او في شريط العنوان. طيب انا عندي نوعين من الخصائص اللي بتستخدم في النصوص. ياما تكستي اما نيم. التكست اللي يزهار النص. اما النام فداخل كود البرمجة. يبقى النام ايه خطأ? يمكن استخدام اي شكل هندسي. طبعا لا لانها اشكال قياسية خطأ. اسم الكائن. وحجم ولون جميعهم نمازج للخصائص. يمكن ان يتصف بها الكائن. طبعا ايه صح? لما انت بتوصف واحد بتقول اسم ولون وكلام من ده بدي وصف خصائص. يحتوي الطرف الايسر لاي معادلة على متغير واحد فقط. وهو ناتج المعادلة. انا بقول مسلا ايه بساوي سي زي زائد ام. تمام? بس دي هات في جملة الاسايمينت او التخصيص او معامل التخصيص فيه الترميل التاني. طيب هنا انا بقول ايه بساوي? هنا لازم شرط ان يكون الجانب الايسر عبارة عن ايه? متغير واحد فقط. وده طبعا اللي هيتخزن فيه الداتا يعني هزو الناتج بتاعه بصح. السؤال اللي بعده. بقول اقرأ الكود ثم اكمل العبارة الاتية. اسم التصنيف هو ايه? هنا طبعا عشان اجيب قطل من التصنيف بشوف الاعلان العام بتاعي اللي هو ال public. هنا ادي public يعني سطر الاعلان العام. classes ادي التصنيف باسم ايه? abc. يبقى هنا اسم التصنيف هو ايه? abc. ما ده الكلام ده كله? طيب اسم الاجراء. اسم الاجراء بيجي بعد الامر sub. ادي private sub. الاسم الاجراء ده كله. اللي هو بيتكون من اسم الاداة. واللي هو ايه? الحدث. btn. btn اللي هو اختصر button underscore enter. طيب. طيب. انتصب. يشير الى ايه? الانتصب. سطر نهاية الاجراء. سطر نهاية الاجراء. طيب ناتج تنفيذ الكود عند وقوع الحدث انتر. لما يقع الحدث اللي هو ده انتر ده. ايه النتيجة? بفين الكود اصلا. اه ها الكود اه. ده كود خاص باداة صندوق الكتابة اللي هو text box 3. هنا password share اللي هي وضع رمز. اه يبقى هنا. ظهور. ظهور الرمز. اللي هو النجمة ده. بدل من النصوص او النص المكتوب النصوص في صندوق الكتابة. بس. ظهور اه ها. دي النتيجة دي. دي لها هي ظهر النتيجة. العلامة دي. وهنا الباسورد معناه ايه? رمز بدل من النص. يوب بظهور الرمز ده بدل من النصوص. فين? على الاداء او في الاداء. طيب. السؤال الثالث او بعده. بقول لي اخطى الاجابة الصحيحة. بقول لي التأكد من خلو البرنامج من الاخطاء. ده اختبار صحة البرنامج وتصحيح الاخطاء ان وجد. حالة اه نافذة النموذج عند ضبط الخاصية ويندوستيت. ويندوستيت طبعا من الخصاص اللي ما بتظهرش اثارها الا في وضع التشغيل. على القيمة ماكسمايزد. على القيمة ماكسمايزد في وضع التصميم. طبعا احنا قلنا ان للخاصية الويندوستيت ما بيظهرش اثارها الا في وضع التكبير. وده بتعبر عن حالة النموذج. هل انت لما تفتح المشروع بتاعك يعني عاوزه بيفتح بحجم الشاشة كلها وضع التكبير. ولا ينزل تحت اول ما يفتح يظهر تحت شريط المهام بس اللي هو وضع التصميم. ولا الوضع العادي اللي هو يبقى ايه جزء كده من الشاشة بتاعك. تمام? طيب. هنا بالتالي ان انا عندي هنا بقول لي في وضع التصميم. في وضع التصميم انت بيكون النموذج بتاعك اهوت او البرنامج وعندك هنا الفورم او المشروع اللي انت بتطمقه. فهنا ده وضع ايه? وضع عادي. ان شاء الله. طيب. وتتضمن اسلوب حل المشكلات العديد من المصالحات والمصالح المعبر عن مسألة رياضية او كوب شاي او مشكلة ده عبارة عن هي بروبلم. تمام كده? مشكلة. طيب السؤال بعده. يمكن تغيير حجم اداة اللي بل يدويا عن طريق السحب والافلات من خلال المقابض في وضع ايه? اه. هنا في وضع التصميم والتشغيل. هنا طبعا السؤال هنا لان اللي بل عندي فيه خاصية اسمها اوتو سايز. اوتو سايز. ازا كانت قيمة الاوتو سايز فولس. اعمل هكده ايه صار. فولس. ازا كانت قيمتها فولس. فهنا بتم ايه? تغييرها يدويا. تغييرها يدويا طبعا سواء كان في وضع التصميم او في وضع التشغيل الاتنين الوضعي. طيب. طيب. طالما القيمة فولس. وهنا جل يدويا تغير يدويا يدويا يبقى تتغير طالما تتغير يدويا يبقى في الايه في الوضعي. من الممكن اختيار اكثر من عنصر من العناصر المعروضة في صندوق القيمة لست. عند ضبط الخاصية. طبعا انا عندي خاصيتين لاختيار. في خاصية اسمها شاكد ودية في اختيار في الراديو بوتن والشيك بوكس. اما في اختيار عناصر يبقى عندي الخاصية الاختيار اللي هي السليكشن مود. طيب. في الكتابة على سطر واحد. داخل صندوق تيكست بوكس. هنا طبعا من خلال الخاصية مالت لاي. مالت لاي يعني هالأداء متعددة? يبقى لو هالتوبة متعددة على اكتر من سطر هيبقى ترو. طب هنا بيقول لي انا عاوز سطر واحد. يبقى اذا القيمة بتاعتها لازم هتكون ايه? اداة التحكم التي تستخدم في احتواء. كل احتواء. تنظيم. تجميع يبقى على طول الاداة الليست بوكس. تجميع مجموعة. العمود الايمن من نفس الخصاص. البروبرتز ويندو. يا عدد ايه? طبعا حضرتكم عارفين ان انا عندي الخصاص او بيكون مقسم كده. هنا مكتوب النام. ليه اسم الخاصية يعني هنا هيبقى مثلا امين. يبقى هنا بيقول لي العمود الايمن. هنا عبارة عن اه? عمود الايمن ديه. عبارة عن ايه? قيمة الخاصية. اما الايصر اسم الخاصية. طيب يعرض اسم الحل فيه. اسم الحل اللي هو اه سيليوشن اكسي برورر. يعرض فين? او مصرد حل. لا تعمل الخاصية رايتو ليفت. اذا كانت قيمة الخاصية رايتو ليفت ايه? طبعا هنا انت الاعداد الافتراضي او الاعداد الطبيعي ان اللغات البرمجة تكتب بحروف انجيزية وبتاية تكتب من اليسار الى اليمين. طب هنا الخاصية بيقول لي رايتو ليفت. رايتو ليفت يعني من اليمين الى اليسار. طبعا الامة اللي هي اللي اوت ديت. اللي فاها اللي اوت. ديت معناها اعداد التخطيط بتاع ادوات التحكم. يعني اغير ادوات التحكم. يبقى وقتين مش هتتغير ادوات التحكم. ازا كانت قيمتها ايه? يس. يس. يبقى هنا ازا في الحالة ديت مش هينفع ان انا اغير التخطيط بتاعي اللي اوت. بعاديات مش هتشتغل خلاص. اللي هو بقول لي لا تعمل. طيب اسؤالي بعده. اكتب المصالح العلمي توضح ازا كان زر اختيار بديل واحد تم اختياره ام لا. طبعا هنا توضح هنا مش متحدل هل هي ايه? فهنا ديت طبعا الخاصية شكد. الخاصية شكد. تمام? طيب يحتوي على ادوات التحكم التي يمكن وضعها على نافست النموذج. طبعا دي صندوق الادوات او اللي هو اللي احنا بنسميه تول بوكس. صندوق الادوات او تول بوكس. من القيم اللي تأخذها الخاصية بوردرستاي طبعا ديت الخاصية بتاع اللي بقول صندوق العنوان. اللي هي نون. اللي هو لا يوجد حدود. عبارة عن قائمة سادل. اللي هي قائمة تنزل زي اي قائمة بتفتواط عليها فتنزل ديت طبعا الكومبو بوكس. كومبو بوكس. طبعا السؤال ده حلو خالص. هنا بيقول لك الخريطة وعشان نعمل الخريطة ونجاوب على الاسئلة ديت يوب ببساطة شديدة كان لازم ان انا اروح جاعة اعمل كده هوا. معلش اعزروني. ارو عامل كده. ادي ان. وادي سام. عشان اريح روحي واجيب القيم برصات. هنا بدأ بالان بكام بخمسة. يبقى احط اول القيمة للان بخمسة. كانت ساقتها الصم بكم? مجموعة الاعداد صفر? تمام. طيب. بعديها هنا بص بدأ بينين الصم الجمع. يبقى الجمع كانت بتسوي صم الجديمة صم الجديمة بكم? بصفر. زائد ان الجديمة بكم? بخمسة. يبقى صفر زائد خمسة كم? خمسة. طيب بعدها الان هتسوي ان الجديمة زائد اتنين. ان واتنين وخمسة واتنين يبقى كم? سبعة. طيب هل السبعة اكبر من عشرة? لا. يبقى هيرجع تاني هنا. تبقى عن نوع يعني هي الفولس. تمام? طيب هرجع تاني. هيجي من هنا. هيقول لي صم الجديمة. الصم الجديمة واحد يقول لي بصفر. اقول لك صفر ايه? تمطلقها بخمسة المرة لفات. يبقى دي خمسة. زائد ان بكم? انها جدامها بسبعة. الجديمة. يبقى خمسة وسبعة كم? اتناشر. تمام? طيب. بعدها هننزل هنا. ان بكم? سبعة. سرعة زائد اتنين كم? تسعة. اه تسعة. اكمل هنا معلشين. هي حتة بسيطة. هنا هيجي يقول لي تسعة. اكبر من عشرة? لا طبع. هنرجع. هيبقى الصم. الصم بكم? ادي اتناشر. والان بكم? تسعة. تسعة واتناشر كم? واحد وعشرين. طيب. واحد وعشرين. وهتنزل ان بكم? تسعة. تسعة زائد اتنين كم? احداشر يبقى دي هتتحول لحداشر. هيجي يقول لي احداشر اكبر العشرة? يقول له ييس اطلع برا. يبقى هيطلع هنا ايه? الان اعتبه بحداشر. اطلعت برا على حداشر. يبقى هنا المجموع بتاعي يطلع اخر قيمة المجموع عندي اللي هو واحد وعشرين عندي. طيب. تعالي نجاوب بقى على القيمة هنا. بقول الخريطة تستخدم في ايه? طبعا هنا لو بصيت هتلاقي ادي اول عدد هنا عندي خمسة. تمام? طيب هنا بقول لي ايه? صم. يبقى هيطباعة مجموع اعدات. اللي هي من كم بقى? معا? بدايتك خمسة من خمسة. بس استنى. هنا معدل الزيادة كان اتنين. خمسة ديات عدد ايه? فردية. يبقى مجموع العدد الفردية. من خمسة الى. نقول انت مغمض اخر رقم طبعا اخر رقم مش فردي اعم مش مشكلة. هو هيبقى اول ما تجي على تسعة هيقول له لا ديات اخر رقم. تمام? واحد بقول لي من خمسة لتسعة صاحب برضو ما فيش مشكلة. قيمة الصم ازا كان الايه اكبر من عشر. الان قاسب اكبر من عشر. طبعا هنا الصم احنا لما جبنا الصم كانت بكم? لما الايه? لما طلعت برة طلعت برة على كام? واحد وعشرين. طيب هنا واحد وعشرين. طيب قيمة ان. ازا كانت ايه اكبر من عشرة. الان طلعت برة على كام? احد وعشر. طيب قيمة ان ازا كان الشرط ايه? اا ان اكبر من عشرة فولس. يعني النواتج بتاعة الان لما كانت فولس كانت بكمة خمسة وسبعة وتسعة. هو مديني اتنين على اساس ان هو ممكن كاتب واحد هنا. بس انا ممكن اقول له خمسة وسبعة وتسعة. وهي القيمة. انا طبعا مديني القيمة ابتدائية. هو مش هسابها معي في الاختيارات. فهنا اجاب الاختيارين عشان اقول له سبعة وتسعة. تمام? طيب عدد مرات تكرار الصيغة بتاعة الصم ديت. واحنا بنعدل الصيغة. بص كده. اول حاجة رو احنا جايبين هنا الصم زائد ان تقول خمسة وزيرو. خمسة وزيرو كانت كام خمسة. تمام? وبعدين زودنا اتنين. وبعدين رجعنا تاني. باجات كام? باجات بعديها. اه خمسة وصفر خمسة. تمام? اه اه الاول واحدة. وبعدين خمسة وسبعة ادى اتناشر. كانت نب تسعة. اه رجعنا تاني. اه اتناشر وتسعة واحد وعشرين ايبا تلاتة. يبقى عدد مرات التكرار التاعة ديت كانت كام تلات مرات. في قانون برضو بسيط كده كان بيقول لي ايه? عدد مرات التكرار اللي هو المطلوب. هو عاوز يقول لي الصغة ديت انها برضو في الاخر عدد مرات التكرار. كان بيقول لي عدد مرات التكرار بيسوي عبارة عن ايه? القيمة النهائية للعداد. يعني اخر قيمة هتنطبع معاك. اخر قيمة في العداد في القيمة الفردية هنا كام? عشرة? لا تسعة. تسعة. نوجس. القيمة الابتدائية هو بديء بكام خمسة? خمسة. على معدل الزيادة احنا بنزود كام اتنية? يبقى اتنية. الكل زائد واحد. طيب. تسعة نجس خمسة كام? اربعة. اربعة على اتنين فالكام? فالاتنية. زائد واحد سوا كام? تمام كده? بالتوفيق يا شباب. اتمنى ازعي بحضرتكو الفيديو. ما تنبخلش عنا بالاعجاب. اشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس. وما تنساس موجود شرح كامل للترمي الثاني ومراجعات وانتحانات محافظات على ارقاء. السلام عليكم.